السادسة من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أغندا الفريق الأول مهوزي موسيفيني وخلال اللقاء نقل موسيفيني للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس الأغندي يوري موسيفيني وفي لقاء آخر اجتمع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي للاطلاع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أغندا وذلك بحضور الفريق أول عبدالمجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إلى أن الفريق أول مهوزي موسيفيني نقل للسيد الرئيس التحياتي وتقدير الرئيس الأغندي يوري موسيفيني وهو ما سمنه السيد الرئيس معربا عن تقديري لأخيه الرئيس موسيفيني ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأغندا حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون السنائي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال العسكري كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقرية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وذلك على نحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الإفريقية الشقيقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشقرة فيها المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها قمة المستقبل التي تبنت مثقا دوليا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لا سيما في مؤجهة التحديات الراهنة على أصعاد السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا كما عرض السيد وزير الخارجية في ذات الإطار مدمونا لقاءات والاتصالات السنائية التي أجرها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة